ترجمة نانسي قنقر ذلك من خلال التسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا لمن يرغب بأخذ التطعيم وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني كما تم إضافة خيارات جديدة أثناء عملية التسجيل تتمثل في إمكانية اختيار المركز الصحي لأخذ التطعيم فيه إلى جانب إتاحة الفرصة لاختيار نوعية اللقاح وكانت الوزارة قد أعلنت وقف العمل بإمكانية التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة للسكن لتلقي جرعة التطعيم دون موعد مسبق ذلك نظرا للأقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين لأخذ التطعيم من مضاد لفيروس كورونا من أجل سلامة الجميع والتزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة وجددت وزارة الصحة دعوة كافة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم كونه حماية للفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي مؤكدة بأن الحكومة أمنت التطعيمات للمواطنين والمقيمين بعد اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتأكد من تقارير تجاربها ذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع